شهد اللواء طارق الفقي محافظ سهاك حفل توزيح 50 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية والمقدمة من جمعية بدر الطويل بمركز ومدينة ساقلتة بالتعامل مع مدرية التضامن الاجتماعي اسمي أسمي زي العبيدين في المتولي في مركز ساقلتة أنا قدمت وراء على إدارة التضامن الاجتماعي والحمد لله تم قبولي في اختير جهاز العروسة وأنا بشكر سيادة الوزير أنه تم اختيار أن أنا استلمي جهاز العروسة وجهاز العروسة كان عبارة عن فرن يانتريه أي كارتنتين بطنية أنا اسمي حاجة عبد الرحمن من محافظ السهاج مركز ساقلتة أنا قدمت على جهاز العروسة وبشكر سيادة المحافظة اللي هو خلاني من ضمن الخمسين عروسة وبشكر سيداتكم على جهاز العروسة حضر الحفل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة السهاج والنائب زكريا حسان والنائب محمد لبيب والنائب شعبان لطفي ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والقوى العاملة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من الأهالي النهاردة احنا في احتفالية بتقيمها أحدى جمعيات مركز ساولتة النهاردة احنا قمة التكافل النهاردة وقمة التعاون بين أبناء المحافظة الوحدة بين أبناء الشعب المصري النهاردة احنا بنحتفل بعرس خمسين عروسة الجمعية مجهزة لهم جميع مستلزمات العرس زي ما حضراتكم شايفين معنا كل مستلزمات العروسة للجواز موجودة قمة التكافل زي ما نحتفل والجميل ان الخمسين عروسة ممثلين لجميع مراكز المحافظة وده شيء جميل وما فيش أجمل من ده ان يكون صهرة رمضانية مع بنت سهاج ونحن بنحتفل كان في احتفالات عيد الأم السابقة واحتفالات اليتيم القادمة فده احتفال من أجمل الاحتفالات اللي ممكن نحضره ان احنا نكرم بنت سهاج باحتفالية مثل هذه الاحتفالية طبعا بمناسبة الاحتفالية دي انا طبعا بابارك وباهني لخمسين عريس وعروسة هم نواة حفلنا الليلة وبقول لهم ان شاء الله بداية موفقة وزواج سعيد طبعا دورنا احنا كتضامن اجتماعي شاركنا في اختيار المستهدفين من أهلنا من المقبلين على الزواج عشان نعملهم تيسير زواج ونساعدهم ببعض الأجهزة زي ما حضراتكم شايفين ساعدة بالغة غامرة طبعا كده احنا ادخلنا خمسين فرحة لخمسين عروسة وخمسين عريس حاجة جيدة جدا ان احنا نرسم بسمة في هذه الايام المفترجة واحنا طبعا على مقربة من الاعياد عيد الفطر المبارك عشان نرسم البسمة طبعا الاختيار زي ما حضرتك اشارت كان بيتم عبر قواعد ومعايير دقيقة اللي بيها نختار الاحق بالمساعدة الاحق بهذه الخدمة عشان من بين طبعا المتقدمين كان فيه فريق عمل على اعلى درجة من الخبرة عشان نقدر نفرز الحالات المتقدمة ونجمع من كل مركز فئة معينة يعني احنا بناء على تعليمات الدعم رقم واحد للتضامن الاجتماعي مع الوزير اللي هو طرق فيه محافظ صواج ومناء على توجهات سيادته اخترنا بمعايير كان شملت التوزيع الجغرافي الدقيق بحيث ان العريس تشمل كل المناطق الجغرافية بدءا من اول مركز حتى نهاية اخر مركز في محافظة صواج من البليانة حتى طيمة الحداشر مركز ممثلين في هذه الاحتفالية الاحتفالية شملت خمسين عريس وعروسة لبعض الاجهزة وبعض المستزمات الخاصة بالزواج الاختيار جيد الاختيار دقيق الاختيار يعني قصدنا منه ان احنا نشوف الاكثر استهدافا الاكثر احتياجا عشان نمثل بالفئة دي نواه نقدر ان شاء الله دي كانت بداية واللي جاي احسن عندنا لسه سبعين عروسة تاني عندنا لسه ميت عروسة تاني عندنا احتفاليات كتير بنشكر كل من ساهم في هذا الاحتفالية بنشكر الجمعية المشاركة والقائمة على هذا العمل الجيد هذا وقدم محافظة هاج التهنئة للعرائس وزويهم من الحضور معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الكبير مؤكدا على اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتوفير الخدمات اللازمة والاساسية للمواطنين وخاصة للأسر الاولى بالرعاية متمنية لهم حياة زوجية سعيدة تابع لكم الاحتفالية عبد الفتاح الدقيشي لقناة بيبا